الملك محمد السادس يبقى ليد ممدودة إلى الجزائر إنعاش الذاكرة ومخاطبة الحكمة تعنون هسبريس الجريدة تستصرح مدير المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية من قال إن ما ذكره الملك فيما يخص فتح الحدود هو إنعاش لذاكرة ظلت تسكن العديد من المثقفين بالبلدين معا حول حلم الوحدة بين الدول المغاربية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الواقعين في شمال إفريقيا متوترة لكن ملك المغرب اتخذ خطوة جهاجاره من أجل العودة بها إلى طبيعتها تكتب لبوان الفرنسية الخطاب الملكي مثير للإعجاب وملائم لحقبة مبعد كوفيد لوسيتان فويو عنو ناقلا تصريحا للسفير الياباني السابق تكاشي شينوزوكا عيد العرش يأتي في وقت تشهد فيه المملكة المغربية نجاحات دبلوماسية كبيرة انطلاقا من قضيتها المركزية الوطنية الصحراء المغربية تكتب لاراثون الإسبانية وضوح محمد السادس في الرأي الكويتية لم يكن خطب الملك سوى تأكيد لوضوح ليس بعده وضوح للعاهل المغربي على كل الصعود إنه وضوح وحضور فيما يخص المغرب وما يحيط به وما يضور في العالم من منطلق التلاحم الدائم والتجاوب التلقائي بين العرش والشعب مثل هذا التلاحم مكن المغرب تكتب الرأي من إقامة دولة أمة تضرب جذورها في أعماق التاريخ في تلك المعادلة سر قوات المغرب إنها القوة التي مكنتهم من مواجهة الصعوبات والتحديات بالاعتماد على الجدية مضمون خطاب العرش يعد بوصلة عمل للحكومة وكذلك الإصلاحات التي تقوم بها لما يتضمن من توجهات استراتيجية دقيقة تساعد في تثمين المنجزات كما تنبه للإكراهات الأحداث المغربية تعنوا الناقل بيان الأغربية الحكومية واشنطن تشيد بدور الملك محمد السادس في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين العلاقات العميقة والدائمة القائمة بين الولايات المتحدة والمغرب تشكل باستمرار ركيزة للسلام والاستقرار لكل البلدين وللمنطقة يكتب موقع إلاف ترجمة نانسي قنقر